أهلا بكم مشاهدين إلى النشر الاقتصادية والبداية مع العنوين وزارة التجارة الداخلية ضرورة مراجعة الباع جميعاً أمانات السجل التجاري قبل الخامس عشر من الشهر القادم في ظل غياب أو نقص إمدادة الغاز الروسي وكالة الطاقة الدولية تتوقع شتاء صعباً على أوروبا في العام المقبل أهلا بكم أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة مراجعة الباع جميعاً بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الخامس عشر من الشهر القادم للحصول على سجل تجاري منعاً من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم ثمانية بحقهم وجاء في بيان للوزارة أن المرسوم التشريعي رقم ثمانية لعام الفين وواحد وعشرين يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت دون سجل تجاري حديث ووفق البيان على جميع الباع بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه الخامس عشر من كانون الثاني عام الفين وثلاثة وعشرين للحصول على سجل تجاري والمخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ إلى ذلك ردت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ما ينشر حول رفع الدعم لمن يحصل على سجل تجاري لمزاولة أي مهنة وذكرت الوزارة أن قرار رفع الدعم لمن لديه سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة أما الدرجة الرابعة وما دون فهم ضمن نطاق منظومة الدعم وبالأساس أصحاب المحل الصغيرة أو باعة الانفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة وعليه سيبقون ضمن منظومة الدعم وكل ما يشاع غير ذلك بالمطلق ليس صحيحاً والقانون يطبق على الجميع بيّن مدير الشركة العامة للتوكيلات الملاحية عاد الغزال أنه بالرغم من العقوبات الغربية الجائرة خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية فإن الشركة تعمل بشكل جيد حسب الإمكانات المتاحة وأكد غزال أن الشركة تمكنت منذ بداية العام وحتى تاريخه توكيل 200 وسفينتين تجاريتين وناقلة بنسبة تنفيذ 67% فيما حققت الشركة إيرادات بقيمة 5.137 مليار ليرة أما السفن في القطاع الخاص فقد بلغ عددها 700 سفينة بنسبة تنفيذ 47% شهد القطاع المصرفي خلال العام 2022 نمواً ملحوظاً في حجم القروض الممنوحة في ظل توسع برامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشمل عدداً من المصارف العامة والخاصة إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على القروض لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين وحقق المصرف التجاري السوري نسبة إقراض مرتفعة بين المصارف العامة والخاصة حيث منح قروضاً شخصية للعملين في الدولة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية منذ بداية العام حتى تاريخه أكثر من مائة وملياري ليرة سورية لأكثر من 11.800 مقترد بينما تجوز حجم القروض الممنوحة للعسكريين 120 مليار ليرة بعدد مستفيدين قدر بنحو 14.500 مقترد فيما بلغ حجم القروض الممنوحة لشراء عقار أكثر من 45 مليار ليرة بعدد كل نحو 900 قرد توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعباً في عام 2023 في ظل غياب أو نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا يبدو أن القارة الباردة لها من اسمها نصيب فبعد غياب إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعباً العام القادم حيث أن مخاطر الشتاء الحالي منخفضة في أوروبا وذلك لأن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 90% ولكن مع بداية العام 2023 ستنخفض المخزونات في مرافق التخزين إلى 30% وسيكون من الصعب جدا زيادتها إلى 80 أو 90% بحلول الشتاء المقبل هذه الأزمة أرخى ضلالها على أرجاء العالم كلها فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليتداول بالقرب من 80 دولارا للبرميل بعد اتخاذ الصين المزيد من الخطوات للتخلص من سياسة صفر كوفيد والتقص المتجمد الذي ضرب الولايات المتحدة ودفع مصافي التكرير في منطقة ساحل خليج تكساس الحيوية إلى الإغلاق فضلا عن استعداد روسيا للرد على السقف الذي فرضه الغرب على أسحار النفط ما زاد التوتر في الأسواق الغربية خوفا من انخفاض المعروض العالمي في السوق إذا خفضت روسيا إنتاجها النفطي فأوروبا لا تزال تتلقى الغاز الروسي هذا العام ومن المرجح أن لا يكون متاحا في المستقبل في حين توقع مراقبون أن تزيد الصين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مستقبلا بسبب انخفاض الانتاج ولن يبقى لأوروبا سوى القليل لتكون البيانات التي نشرت عن تراجع احتياطيات الذهب الأسود في الولايات المتحدة والإعلان عن بدء مشتريات النفط لتجديد الاحتياطيات الشعرة التي قسمت ظهر أوروبا فكيف ستفي واشنطن بوعودها؟ وهل تنجو القارة الباردة من برد الشتاء القارس؟ في سياق آخر قالت صحيفة فرنسية أن التوتر يتزايد في الأسواق العالمية مع استعداد روسيا للرد على السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط وبحسب الصحيفة فأن رغبة روسيا في خفض انتاج النفط قد أثار مخاوف الغرب حتى أن خفضا طفيفا في الانتاج قد يزيد التوتر في سوق متقلب للغاية بالفعل هذا ووصلت في الأسابيع الأخيرة أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام لكنها أقلعت في الأيام الأخيرة واستمخاوف من انخفاض المعروض العالمي في السوق فضلا عن زيادة الطلب في السين من جهة ثانية أعلن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أن العالم سيواجه ركودا عام 2023 بحيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات وذكر المركز في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي أن النتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023 مع استمرار صناع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار وأضف التقرير أن المعركة ضد التضخم لم تحسن بعد متوقعا أن يلتزم محافظ البنوك المركزية إجراءاتهم عام 2023 على رغم التكاليف الاقتصادية ختم الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة إلى سياقة نشرة مع الزميلة وفاء شكرا يعطيك العافية الله يعافيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة